أما ثالثاً فبنت تقول على بلاس خارت مأبونة فهذا طعن بالشرف ولما أنه أنتوا أحزاب متدينة وشعاراتكم الانتخابية دينية وبرامجكم السياسية هم دينية وقنواتكم كلها دينية فالاتهام بالزنة بالدين لازم تجيبون عليه أربع شهود وإذا ما جبتوا أنتوا اللي تنجلدون يعني نجلب بارد يعني هسا لطار التنسيقي هم خسرانين بالدينية وهم جاي يخسرون الآخرة ولعلمكم ترى بلاس خارت ما سختت لكم على هذه الاتهامات وجاء الرد من بلاس خارت وهو الآتي ردت رئيسة بعثة الأمم المتحدة جنين بلاس خارت على منتقدها من القوى السياسية في الإطار التنسيقي مؤكدة أنها وأول ممثلة للأمين العام في العراق وليست عجوزة وعن الانتقادات التي وجهتها أطراف سياسية لبلاس خارت أكدت المبعوثة الأممية أن هناك من يصفها بالعجوز وهو أكبر منها سنة شوف بلاس خارت كل اللي فات ما أغذها بس من قلولها عليها عجوز جاوبتهم يا أخي والله النساء فات كائنات لطيفات يا أخي حرب أهلية والتهديدات ويخاطبوا مجلس الأمن ويومي هددوها بالقتل ما عندها مشكلة المشكلة ليش تقولون عليها عجوز تريد تاخذ عمري أوكي بس تزيد عمري حالقك أشقة لا أنا معجوز عمري أصغر منكم تقبلوا نتاج الانتقابة